خصائص النمو وعلاقتها بالمنهج المدرسي أولاً ما تعريف النمو؟ النمو مجموعة من التغيرات المتتالية التي تسير حسب نظام متكامل ويمر بها الإنسان منذ ولادته في جميع جوانب شخصيته المختلفة العقلية والنفسية وغير ذلك وهذا كله يتم في نظام متعاقب ومتفاعل بهدف الوصول إلى نطق الإنسان واكتمال شخصيته فالنمو بشكل عام يشمل كل التغيرات في الجانبين الوظيفي والتكويني للكائن الحي وإذا كانت التربية الحديثة من أهم أهدفها لاهتمام بالمتعلم ومساعدته على إحداث النمو الشامل المتكامل وأن للنمو الإنساني خصائص يتسم بها فكان على مخطط المناهج الدراسية ومنفذيها مراعاة خصائص النمو التالية من خصائص النمو أنه عملية فردية تختلف من متعلم لآخر تبعا لقدراته وإمكاناته لهذا لا يوجد طفلان متماثلان في النمو حتى الأطفال التوائم تختلف في النمو أيضا فقد يكون أحدهما طويلا والآخر قلو طولا وهكذا كما يختلف الأطفال في النمو المعرفي أو العقلي وأيضا في النمو الوجداني وغير ذلك من هنا كان على وضع المناهج الدراسية توفير خبرات تربعية متنوعة ومتدرجة في المستوى بحيث يكون هناك مجال ليحقق كل فرد ذاته وأيضا مراعاة التنوع في طريق التدريس والأنشطة والوسائل وأساليب التقويم أيضا من خصائص النمو أنه عملية مستمرة تبدأ منذ بداية الحمل وحتى الممات وتستمر طيلة فترة حياة الفرد بدون فواصل محددة بين مراحل النمو كما أن كل مرحلة تتوقف على ما قبلها وتؤثر فيما بعدها من هنا أيضا كان على مخطط المناهج الدراسية مراعاة ذلك فيكون هناك ارتباط للوحدات التعليمية التي تقدم للمتعلمين بحيث يعتمد اللاحق منها على السابق وكذلك ارتباط مناهج المراحل التعليمية المختلفة وأيضا مراعاة المعلمين منفذي هذا المنهج ربط الدرس الجديد بالخبرات والدروس السابق